حق يا لميس لأنه فكرة التبرع بالدم والنهاردة نحتفل بيه اليوم العالمي للمتبرعين بالدم أنا بالنسبة لي هو بمثابة نداء واستغاثة لكل إنسان سليم أنه هو ما يتأخرش وأنه هو يبادر بأنه هو يتبرع بالدم خصوصاً زي ما لميس قالت فيه الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها لأنه نقطة الدم الوحدة اللي عداك بتتبرع بيها بتساعد في إنقاذ حياة أو هي يعني اللي بتفرق في حياة الإنسان اللي قاعد في المصاشفة ده بيبقى فأمثل حاجة لهذا التبرع عايز أقول له حضراتكم أنه فكرة التبرع الدم بمشتقاته المختلفة هي بتساعد أصلاً على إنقاذ حياة ملايين الأرواح سنوياً ده بيبقى معدل الناس يعني كل العالم شايف وعارف أهميته عشان كده بيأكدوا عليه من خلال يوم عالمي زي اللي احنا بنحتفل به النهاردة غير كمان إنه التبرع بالدم اللي بيبقى موجود إمدادات الدم اللي موجودة في المستشفات بتساعد على إطالة أعمار المرضى اللي مصابة بحالات مضمنة أو حالات حارجة غير كمان إنه هو عامل فيصالي داخل المستشفات خلينا نقول له حضراتكم إنه أي مستشفة معدل الدم أو إمدادات الدم اللي بيبقى فيها لما بينزل عن الحد الأدنى بيحصل لهم حالة شدلتين ما ينفعش بقى توج يعني الدكات اللي هم يجروا عمليات العمليات الحارجة الغرف اللي هي خاصة بالعناية المركزة أي حاجة لها دعوة بجراحة من غير التبرع بالدم ومن غير نسب الدم الإمدادات اللي موجودة مش موجودة بشكل كافي تحصل عملية شلال تام وتقف المستشفى يعني ما تضعش تكمل فإحنا من خلال النهاردة اليوم العلامي اللي هم بنحتفل به للمتبرعين بالدم بنقول لهم شكرا وأنا يعني متعاش بخير في جدعانة المصريين أنهم أكيد مش هيبخلوا على نفسهم بهذا الدور الإنساني أنهم بإذن الله يواصبوا على الخير من خلال التبرع بالدم وأكيد كل المرضى اللي في المستشفى أكيد هيدعلكم وأنتوا بتبدروا بهذا العمل الخير بإذن الله